يعني سيد المالكي دائما ما يتحدث أنه إيدة ممدودة للسيد الصدر أريد أسألك أنه أكو رد لهذه الدعوات من قبل التيار الصدري خصوصا أنه البعض يتحدث استحالة جمع السيد المالكي بسيد مقتدى الصدر ما أنا بس أبدأ من الاستحالة أريد يعني هاي حتى نبددها لو كانت أكو استحالة ما كان السيد الصدر في يوم من الأيام وبصورة مفاجأة اتصل بالهاتف على السيد المالك هاي إذا انتهت ماكو شيء استحالة هاي شو وقت بالله بفترة تشكيل الحكومة أكو اتصال صار مباشر ما بين السيد الصدر والسيد المالك شنو التفاصل الاتصال وبدأ كان ببكتها على ترشيح السيد جعفر وهذا واضح يعني مو منكر ولا سري فالاستحالة مموجودة وهي سياسة والسياسة ما بها استحالة وأعتقد إحنا هاي الفترة يمكن أفضل فترة هدوء ما بين التيار الصدري ودولة قانون والمالكي في كثير من اللقاءات أعلن بأنه يده مفتوحة للتيار الصدري وماكو رد إلى الآن من التيار الصدري أكو رسائل إيجابية يعني كثيرة وكبيرة ما بين التيار ودولة القانون بغض النظر عن تحالف أو غير تحالف ولكن العلاقة جيدة والأوضاع هادئة وتعرفون حتى تصعيد إعلام مما بين التيار ودولة القانون ماكو فالآن أكو نضج يعني سياسي وأكو تفهم للوضع العام وأحنا نعتبر دخول التيار الصدري بالعملية السياسية إحنا كدولة قانون يعتبر قوة لأنه بكثير من الأمور المهمة التي تخدم دولة القانون